تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من وزارة القهرباء حول إكرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص انتاجا واستهلاكا ويأتي التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنفسي ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة